الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من الانتقام لضحاياها مرة أخرى في الحادي عشر من سبتمبر من عام الفين وواحد من أهم وأخطر القيادات في تنظيم القاعدة نتحدث هنا عن أيمن الظواهري بضربة خاطفة استخبارية دقيقة للغاية أعلن عنها يوم أمس وتفاصيل هذه العملية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية هي تمت في أفغانستان وتحديدا في العاصمة الأفغانية كابل بطائرة مسيرة من نوع MQ9 Reaper طائرة واحدة فقط وطبعا استخدمت هذه الطائرة وأطلقت صاروخين من صواريخ وهي من نوع كناريك هيلفاير R9X هي التي استخدمت في هذه العملية في عملية اختيال أيمن الظواهري في إحدى الغرف التي كان يتواجد فيها في منزله طبعا وهو ليس منزله وهو منزل لأحد مساعدين كبار وأحد الكبار من المساعدين لوزيرة داخلية طبعا في حكومة طالبان بكل تأكيد في العاصمة الأفغانية وكانت العملية ناجحة للغاية ودقيقة للغاية وهذا هو المنزل الذي ترونه والذي تمت فيه عملية اختيال أيمن الظواهري وكان موجودا في هذه الغرفة التي ترونها هذه نقطة الاستهداف هذه كذلك وهذا شباك آخر مطل على الغرفة كما تلاحظون الضربة هي جاءت بهذا الشكل بهذه الصاروخين ليس هناك دمارا في هذا المبنى بكل تأكيد لأن الضربة كانت دقيقة ومدروسة وأخذت شهورا من المخابرات الأمريكية لكي تصل إلى هذه النقطة وأن تقوم بعملية الاختيال بهذا الشكل الذي ترونه والصواريخ طبعا التي استخدمت هي هذه الصواريخ التي ترونها طبعا من الهيلفاير R9X لم يستخدم أي رأس تفجيري أو يحقق الانفجار بكل تأكيد واضح من طبيعة المبنى ولكن ما استخدمه وتم التركيز عليه هي البلايدز أو الشفرات التي تفتح بهذا الشكل كما تلاحظون وسرعة الصاروخ طبعا ودقة الضربة هي التي ترعب هذه الأدوار بصاروخين تمكنوا بهذه الشفرات بهذا الصاروخ من عملية الاختيال بكل النجاح وبعد ذلك طائرة الـ MQ9 Reaper غادرت الموقع بنجاح لنعود مرة ثانية إلى هذا المنزل الذي تحدثنا عنه كما تحدثنا أي من الظواهر كان موجودا في هذه الغرفة عندما تم الاختيال بكل نجاح وإذا ما أخذنا عددا من العلامات لكي نتعرف على المنطقة والمنزل الذي كان يتواجد فيه بكل تأكيد هذه المنطقة كما نلاحظ هي مرتفعة هذه المنطقة أقل ارتفاعا في هذا المنزل نلاحظ أن هناك أشجارا إلى هذه الجهة إلى الشمال كذلك هناك صورة أوضح توضح أن بجانب هذا المنزل بهذا الاتجاه هو بجانب الأشجار أن هناك مثل المنزل أو النقطة أو الهنقر أو المستودع الذي يتواجد أيضا بهذا الاتجاه الذي ترونه إلى أسفل هذا المبنى وهذا يساعد كثيرا على طبيعة المنطقة إذا ما توجهنا إليها الآن في العاصمة الأفغانية كابل فقط لنرى أين تمت هذه العملية بالضبط الآن عند توجه مباشرة بالقمر الصناعي إلى أفغانستان هذه هي أفغانستان هنا العاصمة الأفغانية كابل لنتوجه إليها وكما تلاحظون هذه هي العاصمة الأفغانية كابل لنتوجه إلى الجهة الشرقية التي يتواجد فيها مطار كابل الشهير للغاية عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان عند الهبوط إلى هذه المنطقة هذه منطقة حساسة للغاية المنطقة التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ العملية فيها منطقة مهمة للغاية هذه المنطقة التي ترونها هي منطقة شيربور بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه تقريبا وهذا الشارع ينتهي بهذا الشكل هذه هي طبعا منطقة شيربور وهنا كما تلاحظون هذه هي السفارة البريطانية وهنا السفارة الكندية هنا السفارة الطاجكستانية وهنا السفارة الأوزبكية مليئة بالسفارات بكل تأكيد المنزل الذي كان يتواجد فيه أيمن الظواهري لفترة لا بأس بها ولشهور هو كان يقع في هذه النقطة وهذه النقطة هي لا تبعد عن السفارة البريطانية والأقرب لها هي السفارة البريطانية بمسافة 280 مترا فقط دعونا نتوجه إلى هذا المنزل لكي نتعرف عليه بشكل أكبر من النقاط والعلامات التي طبعا تمكننا من تحديدها بكل تأكيد الآن بالتوجه إلى هذا المنزل وبأخذ صورة أوضح أقدم من هذه الصورة بكل تأكيد سنلاحظ بأننا أمام نفس المنزل وأن هذا هو المنزل فعلا الذي كان يتواجد فيه أيمن الظواهري الزعيم والماستر مايند العقل المدبر لتظيم القاعدة سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات هذه المنطقة المرتفعة هنا الأشجار هذا هو النقطة وهذه المنطقة التي تحدثنا عنها المنزل المنخفض بكل تأكيد وبالتالي التصوير كان يأتي بهذا الاتجاه وهذه هي من هنا الشباك الذي كانت فيه وكانت من خلاله وتمت من خلاله إطلاق الصواريخ بهذا الاتجاه وهنا الشباك الآخر وبالتالي هو اختيل في هذه المنطقة التي ترونها وبالتالي هذه كلها كانت بسبب عملية استخبارية كبيرة للغاية كيف وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أيمن الظواهري بهذا الشكل هذه كلها جاءت بتفاصيل قادمة من مسؤول أمريكي شرح هذه التفاصيل من دون ذكر اسمه بكل تأكيد لوكالة رويترز بشكل مفصل وهو قال بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان كانت لديهم مؤشرات بأن قيادات مهمة من تنظيم القاعدة موجودة في أفغانستان ولكن بالنسبة لأيمن الظواهري كانت الشكوك تذهب بأنه قد يكون موجودة في المناطق القبلية في باكستان أو حتى في داخل أفغانستان ولكن هم كانوا يراقبون طرفين كانوا يراقبون الشبكة التي تدعم أيمن الظواهري بشكل مستمر وتقدم له الحماية بالإضافة إلى عائلته وبعد ذلك لاحظوا بأن عائلته وتحديدا زوجته وابنته وأطفالها توجهوا إلى هذا المنزل إلى المنزل طبعا الذي اختيل فيه أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابل تواجدوا في هذا المنزل لم يلاحظوا أيمن الظواهري ولكن بعد مراقبة مكثفة فجأة وجدوا بأن أيمن الظواهري موجود في هذا المنزل وهنا بدأوا يجمعون المعلومات حتى جاء الأول وأواء الأبريل الماضي أبلغوا المسؤولين الأمريكيين على أعلى المستويات بأنهم لاحظوا أيمن الظواهري ولديهم الإحداثيات كاملة وهي جاهزة تحت أيديهم وطبعا عندما أبلغوا المسؤولين أتحدث هنا عن أحد أهم المسؤولين الأمريكيين وهو جيك سولوفن مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي بدوره أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن عن هذه المعلومات وعن ما تمكنت من خلاله السي آي اي من تحديد هذه المعلومات بدأ جو بايدن يقوم بالعديد من الاجتماعات مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حتى جاء وليام بيرنز وهو طبعا مدير السي آي اي وقام بالاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأول من يوليو تحديدا أي الشهر الماضي اجتمع معه في غرفة العمليات في البيت الأبيض وابلغه عن طبيعة العملية التي هيئها السي آي اي من أجل اغتيال أيمن الظواهر الرئيس الأمريكي جو بايدن أخذ وقته في تحديد والتدقيق عن طبيعة البناء عن الإضاءة عن البناء الخاص طبعا عن النقاط الموجودة عن نسبة النجاح هل هناك نسبة للفشل أو غيرها هل من الممكن أن يقعوا ضحايا من المدنيين تأكد من كل التفاصيل وبعدها في الخامس والعشرين من يوليو نتحدث قبل ثمانية أيام أعطى الأوامر مباشرة لإغتيال أيمن الظواهر على شرط أن لا يكون هناك ضحايا من المدنيين على أقل تقدير إن كان هناك ضحايا فيجب أن يحاولوا أن هذه الضحايا طبعا أن يقع أقل عدد ممكن وفعلا نجح السي آي اي في نهاية المطاف في الثلاثين من يوليو بتحقيق هذه الضربة نتحدث عن السبت الماضي تمت هذه الضربة وأعلنوا يوم أمس بأنهم تمكنوا فعلا من اغتيال أيمن الظواهري من هذه المتابعة الدؤوبة الاستخبارية الأمريكية بكل تأكيد الأتلاتيك كونسل وجدت هذه الضربة وما حققته الولايات المتحدة الأمريكية هو نجاح كبير للولايات المتحدة الأمريكية وهو يفتح فرصة لها لتفكيك تنظيم القاعدة بشكل أكبر وهذا ما ذكرته الأتلاتيك كونسل حول هذا الموضوع وقالت والآن بعد وفاته يجب أن نتوقع أن تمر القاعدة بفترة اضطرابات داخلية تخدم الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة المتمثل في تفكيك التنظيم خاصة بالنسبة لمنطقتنا عندما نتحدث عن الشرق الأوسط عن العراق عن سوريا الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي العراق طبعا بكل تأكيد عملوا بشكل مكثف للغاية بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية على التنظيمات الإرهابية الموجودة تحديدا في سوريا إن كانت القاعدة أو إن كانت تنظيم داعش قاموا بنجاح بعملية اختيالات مستمرة لقيادات هذه التنظيمات في سوريا في الفترة الأخيرة في استراتيجية أطلق عليها البعض بأنها استراتيجية الخلاص من رؤوسها الفوضى من أجل التركيز على أمور أكثر كذلك العراق نجح في تحقيق الكثير من الضربات ضد هذه التنظيمات ووصلت هذه التنظيمات بحسب آخر التقارير الغربية وبحسب حتى الوقاع بأنها أصبحت أمام حقيقة بأنها غير قادرة على تشكيل دولة بعد الآن كما فعلت في عام 2014 وامتدت حتى عام 2017 في الداخل العراقي حتى وصلنا إلى سوريا وتم تحرير المناطق وبالتالي هم بقوا كعصابات وبدأوا يفكرون ويعملون على تأسيس دولة لهم في أفريقيا تحديدا واجهوا بعض المشاكل في فلبين ولكنهم يركزون على أفريقيا بشكل هائل للغاية توقيت هذه الضربة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن وتوقيت عملية اختيال أيمن الظواهري تأتي بوقت مهم للغاية خاصة وأن هناك انتخابات قادمة في نوفمبر القادم في الكونغرس الأمريكي على مستوى مجلسي النواب والشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة كما نلاحظ في آخر الحصائيات القادمة من الفايف ثيرتي ايت مصادقة الشعب الأمريكي على الرجل كانت مخفضة جدا ولكن الآن بعد هذه الأنباء بدأ يرتفع شيئا فشيئا كما نلاحظ هناك رضا من العوائل الأمريكية والأسر الأمريكية خاصة من الأسر التي لديهم ضحايا مما حدث في الحادي عشر من سبتمبر بكل تأكيد قبل واحد وعشرين عاما وبعد أحد عشر عاما من عملية اغتيال أسامة بن لادن في زمن الرئيس الأمريكي الأسبق طبعا باراك أوباما بكل تأكيد والذي كان نائبه جو بايدن وبالتالي هذه الإدارة عملت كثيرا على هذه المسألة بدأ يرتفع وترتفع المصادقة كما نلاحظ في مؤشر جيد بالنسبة إليه وكذلك بالنسبة للحزب الديمقراطي كما نلاحظ هنا على مستوى مجلس الشيوخ الأمريكي فجأة ارتفع الحزب الديمقراطي بالنسبة للـ 538 وما وثقته من استطلاعات الرأي بنسبة 56% كحظوظ من أجل الفوز الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي والحفاظ على هذه الأغلبية كانت الأحصائية سابقا بالنسبة للحزب الجمهوري كان متفوق بنسبة 51% وكانت هنا 49% الأمور تغيرت هناك أسباب داخلية بكل تأكيد أيضا لعبت دورا ولكن التوقيتات مهمة عندما يتم الإعلان عن هذه المسائل وهنا كما نلاحظ كانت الأمور في مجلس الشيوخ الأمريكي بالنسبة للحزب الجمهوري متفوق ولكن شيئا فشيئا وبعد شهر كما نلاحظ أصبح الارتفاع واضحا جدا بالنسبة للحزب الديمقراطي على الحزب الجمهوري حتى على مستوى مجلس النواب الأمريكي كما نلاحظ هنا بالنسبة للحزب الجمهوري هو مسيطر لا زال بنسبة 83% بحسب الـ 538 بالفوز في نوفمبر في الأغلبية في مجلس النواب ولكن هم انخفضوا من نسبة 87% وديمقراطينا شيئا فشيئا بدأوا يضغطون على الجمهورينا في هذه طبعا الإحصائيات وواضح جدا كيف أن الجمهورينا بدأوا ينخفضوا والديمقراطينا بدأوا يرتفعوا بكل تأكيد حتى الناخب الأمريكي أيضا بحسب الـ 538 مرة أخرى لاحظ وبدأ يصوت وبدأ يرغب بأن يبقى ديمقراطينا في الكونغرس الأمريكي بكل تأكيد وكما نلاحظ الفارق كان كبيرا كان الجمهورينا هم الأعلى من الديمقراطينا الآن هناك تقارب نسبة التقدم بالنسبة للجمهورينا تأتي بنسبة 0.3% وبالتالي الأمور فعلا دخلت في متغيرات سريعة مع هذه الأنباء التي نتحدث عنها بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن ولكن بقيت نقطة مهمة جدا أن نجحوا بها الديمقراطينا والرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر القادمة قد تكون هذه الأرقام تتغير تماما ويرتفع الديمقراطينا وحظوظهم ليس فقط على مستوى الكونغرس الأمريكي وإنما حتى على مستوى انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024 وهي مسألة متعلقة في الاقتصاد بكل تأكيد التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى نسبة 9.1% الآن المسألة وما أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يحاول أن يتعافى من هذا التضخم هو والحزب الديمقراطي وقد تكون واحدة من الأمور الخارجية التي هي في يد الولايات المتحدة الأمريكية هي مسألة العودة للاتفاق النووي هناك فرصة الآن لعودة المفاوضات مرة ثانية انتمكن من العودة للاتفاق النووي مع رفع العقوبات ومنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية وإيقاف أجهزة الطرد المركزية المتقدمة مثل الـ IR6 التي تستمر إيران في إضافتها أضافت هي يوم أمس بحسب تصريحات من المنظمة أو منظمة الطاقة الذرية الإيرانية 500 جهاز من أجهزة الـ IR6 وسيقومون بتشغيلها بعد 10 إلى 15 يوما بحسب تصريحاتهم الرسمية بكل تأكيد من الممكن أن يقطع هذا الطريق وتبدأ أجهزة الـ IR1 بحسب الاتفاق النووي أن يستخدمونها والفكرة الأساسية من هذه العملية النجحة في العودة للاتفاقية النووية هو الحصول على الطاقة الإيرانية التي ممكن أن تلعب دورا النفط الإيراني ممكن أن يلعب دورا وإن كانت هناك أزمة في الطاقة ممكن أن يلعب دورا في تحسين الاقتصاد العالمي بشكل عام مع استقرار العراق والرغبة الكبيرة جدا في استقرار العراق من جميع الأطراف في استمرار إمدادات الطاقة وكذلك مع استمرارهم في المحاولات بالتواصل مع المملكة العربية السعودية والخريج العربي في الوصول إلى ضخ أكبر هو ليس واضحا بالنسبة للنفط ليس واضحا حتى هذه اللحظة ما مدى رغبة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عملية مساعدة الإدارة الأمريكية ولكن هذه قد تكون معادلة جيدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد من أجل النجاح ولكن هناك مسألة خطيرة جدا الآن تجري وعليها أخبار عاجلة خطيرة مرتبطة بنانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي هي وصلت بشكل مفاجئ كانت هناك إشاعات ستصل لن تصل إلى تايوان الآن هي وصلت إلى تايوان قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم وهي هبطت بهذا الشكل إلى تايبي في تايوان بهذا الشكل وطبعا الصين حذرت تحذيرا كبيرا للغاية للولايات المتحدة الأمريكية لتايوان من تحقيق هذه الزيارة قالوا إن وصلت ووصلت سنعتبر بأن هذا أمر مرتبط بالأمن القومية الصيني ولن نسمح لكم أبدا أن تحققوا مثل هذه الزيارة وأن لا تدفعوا ثمن جيك سولوفن مستشار الأمن القومية الأمريكي حذر الصين أيضا من أي تحرك عسكري بأي شكل من الأشكال ولكن المفاجئة الكبيرة أن هناك العديد من الجزر الصينية بدأت تحشد عسكريا بشكل كبير هنا تحشيد لهذا المقطع على سبيل المثال دعونا نأخذ بعض العلامات مثل هذا المبنى الذي ترونه بهذا الاتجاه هنا شارع مليء بالمعدات بالدبابات والمدرعات كما نلاحظ الصينية وكذلك هنا شارع يأتي بهذا الاتجاه وهناك مبنى بالقرب من المبنى الذي أشرنا إليه بهذا الشكل وبهذا الاتجاه سنلاحظ أن المبنى يأتي بهذا الاتجاه مبنى مرتفع مع هذا المبنى مع هذه التحشيدات مع منطقة ترابية بالقرب من هذا الشارع الذي ترونه بكل تأكيد سنلقي نظرة على المنطقة بكل تأكيد وأنا نتعرف عليها منطقة ترابية وكذلك لاحظ التحشيدات الكبيرة تذكرنا تماما بالتحشيدات الروسية قبل بدئها بالعملية العسكرية في أوكرانيا وبالتالي هذه التحشيدات تأتي في لحظات مربكة جدا للعالم هل الصين ستفعلها وتتوجه مباشرة إلى تايوان بعدما يجري بكل تأكيد والصينيين طبعا يبدو من خلال الأخبار العاجلة بأنهم قاموا بعملية اختراق كبيرة للأجواء التايوانية بواحد وعشرين طائرة بالنسبة للأجواء الدفاعية من ضمن المناطق الدفاعية لتايوان بكل تأكيد الآن مع أخذ هذه العلامات التي ركزنا عليها في الجزيرة الصينية الآن نتوجه هنا تايوان كما ترون بكل تأكيد لنتوجه إلى هذه الجزيرة وهي جزيرة شيامن بهذا الاتجاه وبالتالي هذه الجزيرة التي تلاحظونها إذا ما توجهنا إلى المنطقة الغربية الخاصة بها هنا من ميناء شيامن بهذا الشكل وأخذنا صورة معدلة إلى اليمين قليلا من هذه المنطقة سنلاحظ بأننا فعلا أمام نفس العلامات التحشيدات العسكرية التي رأيناها هذا هو المبنى الكبير الذي تحدثنا عنه هذا هو المبنى الذي كان أمامنا بكل تأكيد وطبعا كما تلاحظون هذا هو الشارع وهذا هو شارع آخر الذي كانت تتواجد فيه التحشيدات هذا الشارع الجانبي الذي كانت تتواجد فيه الدبابات هذه المنطقة الترابية وهذا هو الشارع الآخر الذي يأتي بهذا الاتجاه هذه الصورة طبعا ليست محدثة من الجوجل إيرث بكل تأكيد ولكن في نهاية المطاف نحن نلاحظ بأنهم يحشدون بالقرب من المياه هم يستعدون بهذه الدبابات لماذا هي متواجدة في هذه المنطقة وهذا يفسر بأننا قد نكون أمام شيء كبير هنا خاصة إذا ما ابتعدنا فقط لفهم ما هذه الجزيرة ومدى المسافة بينها وبين تايوان بكل تأكيد بالارتفاع من هذه المنطقة سنلاحظ بأن هذه هي تايوان وهذه هي الصين التي ترونها بهذا الاتجاه وبالتالي هذه الجزيرة وهي جزيرة شيامن التي تأتي بهذا الاتجاه المنطقة التي يأتي فيها التحشيد يأتي بهذه المنطقة والمسافة تقريبا عبر المياه ما يقارب المائتين وعشرين كيلو مترا فقط من أجل الدخول عبر المياه بهذا الاتجاه وبعض التقديرات تأتي وتذهب بأن هذه الدبابات إن أرادت الوصول عبر طبعا الأسطول الصيني قد تحتاج إلى ثلاثين دقيقة أو أقل لكي تقتحن تحشيدات كبيرة في عدد من الجزر وهذه واحدة من الجزر التي جاءت بهذا الاتجاه وبالتالي نحن أمام متغيرات كبيرة للغاية ممكن لو اقتحمت الصين تايوان ممكن أن تتغير الأرقام بالنسبة للحزب الديمقراطي بكل تأكيد أو حتى بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن سنرى ما الذي سيحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر